اشتركوا في القناة ارحب بكم على قناتي قناة اسراء الانتا اليوم اجبت لكم وصفة طبيعية لتسمين الجسم بكامله هذه الوصفة تسمى عند النساء السحراويات بالعجنة اما بالنسبة للنساء الجزائريات فانهن يسمينها بالعقدة اما بالنسبة للدول الاخرى فهناك اسماء كثيرة نستعمل في هذه الوصفة 250 جرام من اللوز 250 جرام من الجوز 250 جرام من السمسم ثم 100 جرام من الزبيب وعلبة من حبوب فتح الشهية ثم قنينة كبيرة من شوكولات نتعين نأخذ اللوز نطحنه ثم الجوز نطحنه ثم السمسم نطحنه نضعهم في وعاء ونخلط جميع المكونات نضيف الزبيب ثم نأخذ حبوب فتح الشهية نطحنها أيضاً ثم نضعها على هذه المكونات نأخذ الشوكولات نخلط بها هذه المكونات حتى الحصول على عجينة نضعها في علبة مغلقة ثم نضعها في مكان رتب ولا نضعها في المجمد أو التلجة لأنها يبطل مفعول الدواء طريقة استعمال هذه الوصفة يومياً نأخذ بعد كل وجبة ملعقة كبيرة من هذه العجنة أي ملعقة بعد الفطور ملعقة بعد الغداء ثم ملعقة بعد العشاء ستحصلين في مدة قصيرة على نتيجة هائلة وأيضاً إن كنت تستعملين التحاميل وخصوصاً التحاميل التي أدرجتها في فيديو في قناتي فإنك ستحصلين على نتيجة سريعة بسم رائع وتسمين رائع طبيعي وصحي فقط أشير إلى أني لم أذكر اسم الدواء الذي استعملته أي حبوب فتح الشهية لأن سياسة اليوتيوب لا تسمح بذكر إسماء المنتوجات لكي لا يتم التشهير بها لذلك يمكنك أن تستعيني بالصيدلي أو عندما تدعب إلى صيدلي تستعين بالصيدلي وتسألي عن دواء على حسب وضعك أي أن النساء التي يكون مرضعات أو النساء الحوامل يستعملن نوع معين من حبوب فتح الشهية وأشكر جميع البنات لواتي شاركنني بالتعاليق ثم إني سفا إذا لم أجيب جميع التساؤلات لأنه يكون لدي ضغط كبير لأنه تصلني أكثر من 30 أو 35 سؤال في اليوم لذلك لا أستطيع أن أجيب عن جميع التساؤلات ولكن إن شاء الله أعيدكم بأنني سأجيب عن جميع تساؤلاتكم وأتمنى أن تجربوا هذه الوصفة بعد المشاهدة لا تنسوا تشجيعنا بالإعجاب والتعليق ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم ولكي يصلكم كل جديد اشتركوا الآن